الليلة القرورة الزيدي اليونانية اللي هي طبعا زيت الزيتون البكر اليوناني ذكرتني بأيام زمان في السودان لما كانت جارتنا اليونانية الأقرقية في العمارات وبالمناسبة هي كانت زوجة السفير اليوناني كانت طوالة كلما بسافر اليونان بتجيب لينا زيت الزيتون وكمان علمت أمي مقبل يوناني رهيب جدا وأمي اعتمدت الوصفة وكانت طوالة تعملها في المناسبات والسيدات يعني في الحلة تعلموا منها المقبل دي أول حاجة بيجيبوا الفلفل الحمراء وبشوها وأنا هنا شويت في الصاجة زمان كانوا بشوها في الكانون على الفحم يعني وبعد كده عشان هي سخنة لازم طبعا تطلع القشرة دي أنا بغمزها في الموى الباردة بيئة تليج لحد ما أغشرة كده تماما وأجففها من الموى وطبعا طالما هي الوصفة يونانية أو مقبل يوناني اسمها هي تايرو كيفتيري ده الاسم عندها اسم تاني بس أنا ما متأكد بس الاسم اللي هي طبعا احنا عرفناه بخذتها طوال كده في الخلاط وبعد كده الخطوة التانية بيكون عندي الطاجن وبيجيب برضو الجبنة البيضة اللي هي الجريد فاتا تشيز اللي هي طبعا برضو اشتهرت في السودان بتجبنة البيضة جبنة الدوين عشان انتوا بتقولوا انتي لي بتتكلم على المطبخة اليونان انه هو اشتهر في السودان تلاتة فصلتهم ملعقة صغيرة من البابريكا ملعقة صغيرة من الفلفل حارس مكاين بيبر وبديها أنا دي إضافة من عندي بسحن شوية الفلفل أسود وأحمر وأبيض ونص ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البتر اليوناني بتدخلها الفرن لحدة ما كده تسمع ان هي طبعا كده بتشتش وطبعا كده احنا يعني قلينا الجبنة ويقتهم وبتديها عصرة ليمونة ممكن يعني يتزودوا شوية بس على الكمية دي نص ليمونة كفاية وشوية تاني من زيت الزيتون وبتضربة على الناعم وطبعا ما عايزة أقول لكم المقبل اليوناني ده رهيب جدا بنصحكم لازم تجربوه وهو كان يعني بس سيدات يعني معينة بتعمله وكمان الميكانة بتتفنن فيه وبتحشيه لما يبرد في القراطيس لو بتذكروا القراطيس كانوا بيعملوها أيام المناسبات في الأعراس طبعا هي شغلانتها متعبة وإن شاء الله الفيديو ده يعجبكم ويطلع يكسبلور ويصل المليون مع المقبل اليوناني تايرو كيف تيري